مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من بيت للكل في الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة الشعب العربي الفلسطيني لابد من وقفة تأمل نعيد خلالها استخلاص العبر فيما يتعلق بارتدادات النكبة التي غيرت معالم المنطقة برمتها وأسست لواقع جديد قوامه دولة احتلال غاصبة على أنقضي شعب بأرضه ومقدراته ومقدساته ومستقبله نعم خميس اليوم عندما نقف ونتحدث عن حرب 1948 ونتحدث أيضا عن حرب النكبة كانت ولا زالت لها التأثير على الأمة العربية مشتركة اليوم نقف ليس فقط أن نستذكر وإنما أيضا لنؤكد ونصر بأن فلسطين عربية إسلامية وأن فلسطين هي للفلسطينيين وأن القدس هي للمسلمين والمسيحيين ذلك الحق الذي لا يسقط ولن يسقط بالتقادم التحيات لكم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل من خلال شاشة القناة المصرية والقناة الأردنية والقناة الفلسطينية وقناة العراقية حقيقة هذا البرنامج العربي الذي يلامس شغاف القلب في جميع مقتضيات البلدان العربية والهموم العربية هذا البرنامج الذي من خلاله هو الرسالة الأهم بأن نجتمع كعرب وكأخوة في جميع المواقف التي تساهم في مساندة البلدان العربية في هذا المحور حقيقة نتحدث اليوم عن قضية العرب الكبرى وهي قضية فلسطين التي تعني الكثير لدى العرب هي قضيتنا التي نبحث عنها من خلال أعوام مضت ولسنوات طوال ما زال الشعب الفلسطيني الصامد الصابر يجاهد ويضحي ويعطي الكثير من الدماء من أجل إعادة واستعادة هذه الأرض المباركة إلى أصحابها زملاء الأعزاء لانا أحمد خميس بحييكم من القاهرة هذه الحلقة نتذكر فيها يوم صعب ووقت صعب جداً النكبة على أرض فلسطين هيا نتذكر هذا اليوم اللي ما نحبش نفتكره ولا نحب حتى نتذكر هذه التفاصيل والأيام كيف كانت ولكن هي تذكرة لابد أن نعيد هذا اليوم ونتذكر ونتحدث ونتكلم ونذكر كل التفاصيل حتى يظل التاريخ باقي لكل الأجيال التي لم تعرف ولم تقرأ ولا تشعر خلينا نذكر كل الأجيال هذه الحلقة تحديداً يعني نحن نتذكر هذه الأيام ونعود لأيام صعبة عشها الشعب الفلسطيني وعشتها أيضاً الأمة العربية التي تؤازر وتساند هذا الشعب حتى هذه اللحظة تعالوا نعود إلى تقرير وفي هذا التقرير نتذكر معكم كيف كانت هذه الأيام كيف أفرزت هذه النكبة من مشاكل ومصاعب وكيف كانت الأثار ومزالت حتى هذه اللحظة